مرة تانية برحب بحضراتكم ومع دخول الشهر الكريم فيه كمان مؤسسات تانية بتكون لها استعدادات كبيرة وزي طبعا وزارة الكهرباء لان بيكون فيه استهلاك زيادة عن باقي الشهور عشان كده وزارة الكهرباء بتقوم برفع درجة الاستعدادات في كل القطاعات المعنية وده طبعا بالتزامن مع عمل وزارة الاخرى المستمرة طول شهور السنة من إنشاء محطات وإضافة جهود للشبكة وخطط للربط الكهربائي وغيرها وغيرها من الملفات المهمة هنتكلم بقى النهاردة عن هذه الملفات مع الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نورنا في صباح الخير يا مصر صباح النور يا فندم كل سنة حاجتكم طيبين وجميع بخير وسعادة إن شاء الله ويكون شهر مبارك إن شاء الله وحضرتك بقى الف خير يعني طبعا الشهر الكريم ليستعدادات خاصة به لانه بيبقى الطبيعة الحال شهر مختلف عن بقية السنة حبيل حرك تكلمنا عن استعدادات وزارة الكهرباء لطبعا استقبال الشهر الكريم وإحنا زي ما حدك أشارت الكهرباء على طول مستعدين يعني طول السنة يعني الكهرباء إحنا كمواطنين ما بندرش نستغنى عنها فبالتالي كان في استعدادات قبل كده أو في مجودات تمت الطفرة الكبيرة اللي تمت ده مرضوده ده اللي إحنا بشوفه فيه سواء في رمضان أو في الصيف أو في المواسم اللي بيقى فيها زيادة في الاستهلاج الحمد لله عندنا من الانتاج الحمد لله ليغطي كل احتياجات وفيه احتياطي محترم كويس جدا يمكن الصيف اللي فات كان أقصى حمل وصنال وتقريبا ما يقرب من حوالي 34 ألف ميجا كان أول مرة يوصل لاستهلاج ده وبالرغم من كده كان فيه احتياطي بيصل للحوالي 12 ألف ميجا فبالتالي الحمد لله عندنا من الانتاج ما يلبي كل احتياجات ما فيش تخفيف أحمال على مستوى الشبكات النقل وشبكات توزيع الكهرباء اللي تم برضو في الفترة اللي فات ديت الموضوع بتاعه إيجابي كبير جدا جدا في استقرار التخزيع الكهربية أي نعم في بعض المناطق في شبكات توزيع ما زال محتاجة شغل ولكن اللي تم يعني يعني أدى إلى استقرار كبير جدا ده كمان بيتزامن يعني المواسم دي بتتزامن مع برامج الصيانة يعني في بعض البرامج الصيانة اللي سواء على مستوى شبكات نقل الكهرباء على مستوى الانتاج على مستوى التوزيع علشان نتأكد من جهزية المهمات الكهربية كمان في نفس الوقت علشان أن تبقى ما فيهاش أي مشاكل وفي نفس الوقت دي طبعا البرامج دي خلاص الحمد لله تمت بالإضافة إلى بقى زي ما حدك أشارت الجزء الخاص به المتابعة وغرف العمليات اللي بالتابع الموقف أول بول عندنا فرق طوارئ موجودة على مدار 24 ساعة رجال ومهندسين وعمال الكهرباء كلهم بيبقوا على أتم الاستعداد في الانتقال لو فيه أي عطل أو فيه مشكلة نحن عندنا آليات كتير للتواصل مع المواطنين أشهرها اللي هو رقم 121 ده خط ساخن على مدار 24 ساعة ده ليه؟ سواء بالنهار قبل الفطار بعد الفطار 121 ده الخط الساخن بستخدمه في إيه؟ في حالة إيه؟ بتعطير الكهرباء فقط؟ لا 121 ده بيستقبل بلاغات كتير جدا واستفسارات يعني أولا بيستقبل البلاغات من الشكاوى حتى لو شكاوى الفواتير بيستقبل الشكاوى ديت بيستقبل الأعطال بيستقبل استفسارات بيستقبل حتى الإبلاغ عن سرقات تار كهرابي يعني برضو بالمناسبة طبعا نحن بنشوف طبعا في شهر رمضان بعض الأنوار بتاعة الزينة بتبقى فيها تعديات وفيها يعني سر التار كهرابي إحنا 21 برضو بتستقبل البلاغات اللي هي بسر التار كهرابي بتستقبل برضو البلاغات خاصة بي عن الأعمالة الإنارة رغم من الأعمالة الإنارة لا تتبع الكهرباء مباشرة وتتبع المحليات والتنمية المحلية ولكن فيه تنصيق ما بين الأجهزة وبعضها بيتم الإبلاغ على طول للأجهزة المتابعة بالإضافة إلى سيمكن ده كان في الماضي يا دكتور يعني نكون برضو منصفين يعني فكرة أعمالة الإنارة اللي كنا بنشوفها يعني في حالة إضاءة في النهار وبالليل مطفئة يعني ده كان في الماضي لكن حاليا الحمد لله ما باش عندنا داي والله يا فندم هو طبعا هذا كلامك مظبوط جدا ولكن برضو يعني في بعض الأماكن ما زال ساعات بتحصل فيها القصة دي وبيقى فيها شكوى ولكن عشان كده هنعملنا المية 21 ده علشان استقبال الجزئية دي كمان فيه آلية للاستقبال برضو البلاغات والشكابة عن طريق المنصة الإلكترانية لخدمات الكهرباء طبعا نحن نطور الخدمات الإلكترانية بصفة عامة سواء من نسبة لتقديم الخدمات للتواصل فطبعا المنصة الإلكترانية دي تمرتبط بيها تطبيق برضو إلكتروني اسمه خدمات الكهرباء الزكية من خلاله برضو ممكن الأول حاجة التقديم على كل المتطلبات بتاعت سواء من بداية التوصيل طيار الكهرباء العداد حتى الإبلاغ عن قراءة عداد صورة عداد كل حاجات دي كلها موجودة بالإضافة إلى البلاغ عن لو في بعض الإنقطاعات أو حاجة برضو عن طريق المنصة الإلكترانية لخدمات الكهرباء حرجك اتكلمت عن النسب أو استهلاك المواطنين للكهرباء حابين نعرف الزيادة بتبع عمنا زي في شهر الكريم هو إحنا عندنا أوقات الزروة يمكن كلها معظمها في بعد المغرب ده يمكن حتى بخلاف بعض الدول العربية يمكن مثلا في السعودية الأوقات الزروة بتبقى وقت الظهيرة إحنا عندنا إحنا بتبقى بعد المغرب طبعا في شهر رمضان بتبقى بعد المغرب الكل بيبقى متجمع بيبقى استخدام هنا يعني أنا عاوز أقطع حضايك دكتور أيمان لأن وفقا لتصرحات هيئة الأرصاد الجوية وزميلاتنا مننا الشرقية يعني المتخصصة حاليا بقى في الفقرة دي تحديدا يعني إن إن شاء الله هيكون شهر رمضان ده وفقا برضو للتوقعات الفلكية هيكون يوم السبت ويكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة هتوصل لـ 38 درجة موية فالارتفاع ده أحيانا هيخلينا صبح خلاص فصل الصيف دخل كده ما فيش يعني آه بالضبط فالارتفاع ده مع الصيوم زي ما عليك بس أنت هيكون فيه تكييف مش بقى بعد المغرب تكييف من الصبح عشان يعني الدنيا تبقى هادية على الصايمين فازاي اللي احنا نوصل لحالة الاستخدام المثلة للكهرباء في رمضان سواء كان صباحا أو مساء هو بس حسن هو بالنسبة أن احنا احنا مستعدين لأي كهرباء فيه احتياج لها ولكن النقطة حتى تتكلم عليها دي مهمة جدا بالنسبة لي ضبط الفوتير الفاتورة نفسها الضبط علشان مفجأش مفجأش ان في آخر الشهر ان القيمة بتاعة الفاتورة تعدت الميزانية بتاعتها فده مهم جدا مهم جدا اه طبعا مهم جدا بعدها تقول لنا بالضبط بها الموضوع ده لا هو طبعا احنا كلنا كمواطنين فيه يعني الميزانية بتاعتنا بتبقى ليها حاجات كتير جدا يعني متطلبات كتير وفي شهر رمضان بيزاد لها متطلبات يعني فالفاتورة بالفعل ليها حيز يعني مهم في الدخل بتاعنا زي ما حدك اشارت لو انا هستخدم التكييف مهم قوي ان انا اتأكد من صيانة التكييف كويس يعني الفلاتر الصيانة تكون هو يكون كويس مزبوط الترمستات مزبوطة كل حاجات دي كلها حاجات دي لو مش موجودة هتعلي الفاتورة لا هيبقى كمبراسر او الضغط هيبقى مستمع هيبقى مش ارتغل ومش هيبقى هيبقى استهلاك بتاعه علي بالاضافة الى الدرجات الحرارة اللي انا بزبطها علي كم بقى الدرجة دي لاني فيها قوي 23 اكتر من 23 24 25 في الحدود ديت يعني ما نقلش عن كده لان يعني في بعض الناس بتبقى يقولك انا هعملها 18 18 وبعدين في نفس الوقت تبقى قاعد وبردو ايه متكلفت قاعد ومتغطي طبقا طبقا يعني انا مش مستحمل لدرجة حرارة دي وبعدين هي مجرد الواحد يبقى الجو لطيف وده ده الهدف من التكيف بالاضافة الى جزء برضو خاص بالتكيف التهوية او بمعنى تاني التسريب التبريد ده يعني مثلا الابواب الشبابيك الحاجات دي كلها يبقى المكان بيتبرد وفي نفس الوقت الهوى البارد ده بيطلع بيتسرد وبالتالي يفضل شغال التكيف على طول الحاجة المهمة برضو بخلاف بقى التكيف كمان الاجهزة بصفة عام طبعا احنا الاجهزة دلوقتي او استخدام الكهرباء بقى يعني كل حاجة في البيت بقت بالكهرباء المية بالكهرباء الادوات الطفخ بقت بالكهرباء كل حاجة بقت بطاقة بالكهرباء المهمة او الحاجات اللي بتسخن اخلي بالي منها كويس جدا يعني الافران الكهربية الغلاية بتاعت المية بتاعت الشاي الكاتل الكاتل والمايكرويف والحاجات دي فعلا الناس ممكن تنسى المية فتسخن تاني الكاتل ويملى الكاتل بكمية كبيرة جدا على الاخر وهو عايز كوباية واحدة فبالتالي انا استهلكت كهرباء كتيرة جدا علشان في الاخر ما استخدمتش لجزء بسيط بالاضافة الى السخان برضو السخان الكهرباء مهمة او ان انا ما شغلوش قبل يعني ما باش طول اليوم مشغال بسهل الخزن اه ويشتغل تاني ويسخن تاني فقابلا ما استخدمه بحوالي مثلا ربع ساعة نصف ساعة هيوصل درجة حارة اللي انا محتاجها خاصة ان انا ما باش مش هستحمل برض درجة حارة تاعت السخان زي بتاعت التبريد بالظبط الحاجة تغيير انماط السلوك بزا يعني انا لو غيرت في انماط السلوك هقدر اللي انا استفيد بالخدمة المقدمة وفي نفس الوقت اعلل شريحة الكهرباء الخاصة وطبعا اهم حاجة الحاجة اللي بتعملها كل ام واب مصري قصيل نقفل النور ورانا وكوه احنا خارجين من اي مكان حتى لو رايحين حتى مشور صغير لغاية المطبخ مثلا نقفل نور القودة ونرجعتين هو من ضمن العادات اللي احنا بنشوفها مثلا في البيوت ان بتلاقي مثلا كلهم في رمضان بنجمعين فكلهم في مكان واحد وتلاقي شقة كلها من وراء يعني هما مش مستخدمينها هما وراء بأحلاها اللي عادين مش قد نفتح كل لا حاجة تانية كمان التلفزيونات والاجهزة الكهربائية اللي انا مش مستخدمها كوننا اقطى فيها بالريموت كنترول ده بيبقى برضو الكهرباء شغالة ليها فأي جهاز كهرباء انا مش محتاجه مش مستخدمه اشيله من مصدر كهرباء دي بقى بتفريك بتأكيد بتفري فيه معلش عشان انا عندي برضو خنات كتير اوي في البيت بسبب الجزئية دي هتفري فيه لو انا حاطت على سبيل المثال فيشة المايكرويف وانا مش مشغله هو ما فيهوش لمبة او ما فيهوش مصدر اضاءة او طاقة ممكن مفصول الطائرة ازاي بيستخدم كهرباء ممكن ما بقاش منور فيه لمبة مثلا مش منورة الحاجة التانية ودي برضو مهمة او بنلاقي مسلا ساعات ان بيبقى بيحصل يعني لقدر الله ماس بيحصل اي مشكلة يحصل ده بنسبة لخطورة كمان كدرر يعني فبالتالي هو لو هيستهل الجزء بسيط جدا وتخيل بقى ان كذا جهاز متوصل بالكهرباء ده جزء بسيط ده جزء بسيط ده جزء بسيط جمع في الان فهيجمع بالاضافة الى الخطورة لان فيه حالات كتير جدا من اللي بيحصل فيها يعني لقدر الله بيحصل فيه حريق وحاجات كده بنتيجة ان مثلا الكاتل مانا مش مشغلوا بس انت سايبوا في الكهرباء حصل ماس او حصل شورت او حاجة ويح موصل يعني دكتور ايمان انت بتتدينا كده زي روشتة ازاي يقلل بيها فطورة الكهرباء اخر الشهر حيقول الحاجات لحضرتك بتقولها ده يمكن بهيفير كده كلنا بنعمله غلط جدا يعني ان الناس احنا يعني بنتعودين عليها وزي محددك اشرت هي محتاجة تغيير للسلوك اللي موجود بالاضافة الى جزء برضو مهم طبعا بنتكلم على حاجات اللي بتستهلك الغسالة الفول اوتوماتيك الغسالة دي برضو فيها برامج للتسخين فيها برامج اقتصادية وفيها برامج اه لو انا مش محتاج البرامج اللي هي بتسخن كتير قوي ديات فمش محتاج بالتالي مش محتاج ان انا اشغالها اجمع الكمية اللي انا محتاج اخسلها بطيقى مرة واحدة زي نفس المبدأ برضو في المكوى هو حدث كمان المانوال بتاع اي نوع من عنوار الملابس بيقولك لا ما تتعردش لدرجة حرارة عالية فعلشان كده يعني للأسف برضو فيه سلوك خاطئ عند بعض يعني السيدات تحديدا برضو مش هزو انها يكون متحامل لا عندنا كلنا انا اغلي الحاجة او اللي انا ديعت يبتنضف اكتر فده يعني خاطئ تماما سعاوزين نروح لملف تاني في غاية الاهمية بس هنكمل مع حقيقة النقطة اللي حاجة بتكلم فيها نروح لملف بقى فكرة الربط الكهرباء نهاية هو اهم حاجة ان الواحد الاجهزة اللي هو او الحاجات تستخدم الكهرباء فيما يعود علينا بالنفع والاحتياج اللي انا محتاجم بخلاف كده يبقى انا اقل الاستهلاك بتاعي ويمكن برضو عايز اقول لحدك بالمناسبة يعني موضوع العددات اللي هي اللي بالكارت دي الاساس بتاعها هو كمان ضبط الاستهلاك بتاع المواطن يقدر يتحكم في الاستهلاك ويبيعرف الاستهلاك بتاع اول بول دي من ضمن المميزات اللي هي برضو من العددات اللي مسبوكة طيب دكتور ايمان عايزين نروح لملف بقى في غاية الاهمية لان الحمد لله في مجهود كبير جدا ممثل في وزارة الكهرباء وقدرنا اللي احنا نوفر كهرباء لو رجعنا بالذاكرة زمان كده كان عندنا يعني ايام يعني ربنا ما يعدها يعني علينا بالزبط الحمد لله قدرنا اللي احنا ننتصر في هذا الملف زي ملفات اخرى كتير انتصرت في الدولة المصرية واصبح عندنا فائد في احتياجاتنا من الكهرباء الفائد ده اصبحنا اللي احنا بنوصدره في هيئة الربط الكهرباء ما بيننا وما بين الدول العربية يمكن كان فيه اجتماع مهم لدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مع وزير الكهرباء والطاقة اليوناني عاوزين نعرف اين اللي تم فيه من تفاصيل بخصوص ربط الكهرباء ما بين مصر وقبرص واليونان وايضا فيه ربط لليبنان والسودان وغيرها من الدول العربية الشقيقة هو الحمد لله زي ما هدك اشارت هو فعلا الطفرة الكبيرة اللي تمت في مجال الكهرباء والطاقة في مصر والرؤية المستقبلية الواضحة والتخطيط السليم العلمي ده اللي خلى ان مصر بقت يعني فعلا زي ما سيد الرئيس كان بيارى مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقة سواء زي ما حدك اشارت من ربط الكهرابي او مجالات اخرى فمجال الربط الكهرابي ده متطلب انه يكون عندك احتياطي كويس وعندها تكون شبكات نقل الكهرباء تكون قوية لانه يستخدم في الربط الكهرابي وعندك تنوعة في مصادر انتاج الطاقة مظبوط جدا وده نقطة مهمة جدا يمكن احنا في مخطط واضح جدا او استراتيجية لمزيج الطاقة لغاية 2035 وبيتم تحدثها بحيث ان يبقى الطاقة المتجددة توصل الى 42% طب ده مربوط او ليه علاقة بالربط الكهرابي مظبوط اه ليه لان مثلا الربط مع اوروبا من خلال قبرص واليونان ويمكن زي ما حدك اشرت يعني في اجتماعات متبادلة ما بين الوزراء الطاقة او الكهرباء ما بين او في الثلاث دول علشان خاطر ان اوروبا مهتمية جدا بالحصول على الطاقة خاصة من الطاقة المتجددة مصادر المتجددة مصر الحمد لله عندها امكانيات كبيرة جدا بالنسبة للطاقة المتجددة وصلنا دلوقت تقريبا حوالي 20% من الحمل الاقصى مطاقعة السنة الجاية ان شاء الله نصل الى قدرات من الطاقة المتجددة تقريبا حوالي 10.000 ميجا الربط الكهرباء احنا مرتبطين كهربيا مع بعض الدول زي مع الاردن زي مع ليبيا زي مع السودان والثلاث خطوط تشغلين او في دراسات وفي مجهودات بتتم لزياد القدرة دي في مشروع بيتم تنفيذه حاليا مع المنكة العربية السعودية اللي تبادل حوالي 3000 ميجا حسب اختلاف اوقات الزرو ايضا في مزاكية التفاهم تم توقعها مع قبرص ومع اليونان ومزاكية التفاهم السلاسية للربط برضو الكهربي مع الدول علشان نربط مع الشبكة الاوروبية هناك ايضا مزاكية التفاهم مع هيئة الربط الخليجي كمان في نفس الوقت في مجهودات ودراسات و يعني اجراءات بعض الخطوات علشان برضو تلبية احتياجات بالنسبة لي العراق ولبنان بالنسبة للطاقة الكهربية وتوصيل الطاقة اليهم من خلال الاردن الربط اللي ما بيننا وما بين اوروبا مش حابقى من مصر بس اوروبا هيبقى كمان افريقيا كلها اوروبا لان افريقيا عندها كمية كبيرة وطاقات كبيرة من الطاقات المتجددة فبالتالي هيبقى المنفعة للكل وبالتالي موقعنا بقى يربط ثلاث قارات افريقيا واسيا واوروبا وان شاء الله بإذن الله اللي جاي افضل واحسن ان شاء الله الحقيقة طفرة نوعية احنا شفناها الفترة اللي فاتت في الكهربا يعني عادنا فترة كبيرة زمان شوية كان في عندنا مشاكل كتيرة في الكهربا النهاردة الحمد لله مش اي مشاكل لا نعاني تماما من انقطاع الكهربا وكمان رشدة الجميلة حضرتك ادتها لنا في ازاي نوفر الكهربا عشان نوفر في فواترها دي يمكن من الحاجات الجميلة قوي نورتنا الدكتور ايمان حمزة المتحدث باسم وزارة الكهربا والطاقة المتجددة وكل سنة حضرتك طيب والمصرين كلهم بألف خير كل سنة حضرتك طيبين وان شاء الله يعني نبارك لبعض بعد اللقاء اليوم بتاع المنتخب ان شاء الله وكل سنة حضرتك جميعا بخير وجميع المشاهدين بخير وسعاد شكرا دكتور ايمان شكرا شكرا